فاحنا بنقول ان اول حالة خالص اسمها الالكتريك كارنت الالكتريك ايه الالكتريك كارنت الالكتريك كارنت ده هو الطيار الكهرابي. الطيار الكهرابي ده هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن مرور شحنات كهربية في موصل. الكبر ده هو الكوندكتور. الكبر ده هو ايه? هو الكوندكتور. واي كوندكتور في الدنيا بيوصل الكهرباء. يعني انت لو واقف هنا كده وماسك السلك بتاع الكهرباء لازم الكهرباء تمشي في جسمك. ليه? لان دي اللي هي الالكترونات الحرة دي بتتحرك وتتنقل لجسمك. فالالكترونز دي تتنقل كده جوه جسمك. تمشي جوه جسمك. وانت طبعا واقف على الارض فايه? فتوصل ايه? تبقى انت كوندكتور وجسمك فيه مية فبتوصل الايه? الالكترين دي لجوه جسمك قمت الكهرباء. طيب. يبقى مرور شوحنات كهربية في سلك. ممكن الطريقة دي يبقى ماشي في الاتجاه ده. خلاص? بيقول لك ايه? لو افترضنا ان ندون كوندكتور كبير كده. يعني كبرنا بس ايه كانت ده الموصل اللي هو وكبرناه كده. هنلاقي ان الشوحنات الكهربية اللي ماشية. ماشية في الاتجاه ده. صح? طيب طب ما انت عندك اصلا الاتم ركز بقى معاشا بحتة دي مش هتلاقيه في اي حتة خالص. يعني الجوز ده اللي انا بقوله ده مش هتلاقيه محدش هيقوله خالص. ليه بقى? لانك انت عندك اتجاه الالكترونز يمين كده. طب ما انت عندك جوه الاتم من جوه حاجة خلاص? الحاجة دي اللي هي ايه? البروتونز. فهم قالوا زمان ان لما الالكترونز تمشي كده يبقى البروتونز هتمشي كده. يعني ايه هتمشي كده? يعني فهم افترض ايه متحدش طبعا من مكانها بس احنا هافترض ان البيمشي عكس النيجاتيب. فقالك يعني الودة لما هي الكهربة. الكهربة اللي ماشية في جسمه. هي ايه? يعني نحسبها ازاي? نحسب تجاه الكهربة ازاي? يعني ماشي الكهربة في جسمه كده? ولا نماشي الكهربة في جسمه كده? يعني ماشيها ازاي? نماشي من هنا كده تلف وترجع? ولا العكس? تلف جوه جسمه الناحية التانية من الناحية التانية. قالك احنا هنعمل نوعين من انواع او هنقول نوعين من انواع الديريكشن او طايبس اوف دايريكشن. طايبس اوف دايريكشن. بتاع الكارينت. يقيم ما يبقى كلاسيكل يعني قديم. القديم ده اللي هو العلمة بتوعها سنة الف وتمينمية و الف وتمينمية و عشرين وال الف وتمينمية يعني من اول اه فردي الناس القديمة قوي دي. قالك في الحقيقة في الحقيقة احنا هنعتبر ان البوتونز هي اللي ماشي. يعني البوزيتف هو اللي ماشي. مش الالكترونز هو اللي ماشي. عشان كده بقى عندي نوعين من انواع بص الديريكشن اوف الالكتريك كارينت اللي هو ده. الديريكشن اوف الالكتريك كارينت ان البوزيتف هو اللي بتحرك او النيجيتف هو اللي بتحرك. لو البوزيتف هو اللي بتحرك الشكل القدامة ده يبقى اسمه كونبينشن الكارينت. لو النيجيتف هو اللي بتحرك يبقى اسمه ايه الالكترون كارينت. او الالكتريك كارينت اللي هو الطيار اللي هو اللي احنا يعني عارفين يبقى القديم اسمه convention current او conventional current والجديد اسمه actual او electric ايه electric current طيب ماشي و ايه علاقة ده بقى بالبطارية طبعا انت اصلا عندك البطارية المفروض الحاجة دي طبعا تبقى عارفها من الثالثة عددي البطارية ليها two poles ليها negative pole وليها positive pole المفروض انك انت لو بتمشي بال old او classical او يبقى ال positive هو اللي بتحرك يبقى الاتجاه بتاع الكهرباء ماشي من رايح لايه? رايح للنجاتيف انما ال direction بتاع ال electron current رايح من فين? رايح من راجع ولافف لايه? لل positive طيب انت المفروض باذن الله انا طبعا طلبت من الناس بيها تشتري كتاب المعاصر المعاصر امتحن ايه? يعني اسئلة بس عايزها بس فيه كام واحد اشترك كتاب ده لان احنا هندي ال home work بتاعه النهاردة من الكتاب ده مين? فيه كام واحد اشتريه? ممكن بس تبعتولي على شات او تقولولي هو لسه مس اه اه لسه انا بدولي. عاشر تايم كده ويجيليش احنا من مصر او لسه ما جاليش. هو انت فين? انا في السعودية. ماشي ومين تاني? انا لسه ما جاليش يا مسا برضو 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 مصر. فين? في عامس. انت في انا دولي. برضو? هوقلكو في السعودية لان هم المفروض اللي معاي يعني ستة. انا كمان. ايه? انا كمان. اوكي. ماشي. طيب بصوا بقى. انا عندي دلوقتي انا طبعا صورت لكم كتاب المعاصر اسئلة. وانا هديكم النهاردة علشان النهاردة تعمل الواجب النهاردة. النهاردة تعمل الواجب. لو عدي لو سبت الواجب النهاردة هتنساه. لو اعملت بكرة هتنساه. طيب في حاجة برضو مهمة جدا جدا. انا اصلا عندي قناة على اليوتيوب. القناة دي انا بحل عليها المناصر لكل الناس. يعني بشكل مجاني. فهخليك هدي اللينك بتاع القناة بتاعتي تخش تشوف حل الاسئلة. يعني انت هتنقل الاسئلة? لأ انت مش هتنقل الاسئلة. انت لما يتعصلك عليك سؤال هتحله ايه? هتحله آآ هتجيبه من هتجيبه من 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 القناة. طيب وهتعمل لي ايه? هتحل الواجب اللي انا هقولك عليه وهتبعتلي الواجب. هتبعتهولي ازاي? بص يا سيدي. عشان يبقى بس على نور كده وتبقى الناس ايه? وتبقى الناس آآ فهمة الدنيا ماشية ازاي? بص. ده الجزء الاول. اللي انا ان شاء الله هبعتهولي. خلاص? ده المفروض يتحل. ماشي? انا بعتلك الصفحات دي وانت ان شاء الله تحلها. الصفحة الاولى اهي? رقم عشرة. وبعدين حداشر. وبعدين اتناشر اهي? وتلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر. اهي. يعني يا دوبك هو هو من عشرة لخمستاشر يا دوبك خمس صفحات. طيب انت هتحللي ازاي? هتحل الهومورك ده ده زي? يعني مثلا ايه? الصفحة الاولانية دي. لك ازبها معي عشان انا مش هقبل الهومورك بطريقة تانية غير كده. انت هتجيبك اشكول جميل جدا كده. اشكول مضيف كده كبير. وبعدين تخليه لحل الوجب. طب وليه? عشان انت لازم تكتب لي الستيبس. يعني مثلا انا شرحت الحتة دلوقتي. خلاص? السؤال هنا اللي بيجي على الحتة اللي انا شرحتها دي. بيقولك ايه? يعني سمي الكونبينشنال. الكونبينشنال ايه. ماشي? الالكترونز دي اللي هي ايه? اللي هي الحقيقية بقى. سميها ايه? سميها ايه? ماشي? طيب. عايز ايه يا يحيان? اه انت بتقول اجابة? اوكي يا يحيان. ماشي. طيب بص بقى يا حبيبي بركز معي. انت دلوقتي دي اسمها ايه? خلاص? انت دلوقتي اي بي سي دي الميس عايزة الهومورك يلا اعمل لها اي علامة وخلاص. اعمل لها اي شاول لها على ايه? لأ. انت انا ما هتيجي تكتب الهومورك هتكتب لي الانسر هتكتب لي كده من نظام. لان انا هصحح انا الورقة اللي انت هتبعته لي ده? هتبعته لي على الواتساب. على الخاص بتاع الواتساب. هتبعته لي الصور الكلام اللي انت كدهتم تصور. يعني تصور لي الاجابات. تصور لي ايه الاجابات دي بقى? الاجابات دي تكتب لي كده بالضبط. عشان انا بحب النظام جدا. هتكتب لي انسر. ها? بيج كام. بيج كام بيج تن. خلاص? طيب. وبعدين تكتب لي ايه? تكتب لي كده. اجابة ايه? اولا يعني خليك كده معي وصح صح معي. اجابة دي. ايه? ايه ولا بي ولا سي ولا دي? تعال بقى نشوف. ادي ايه? المفروض ان اي دي اللي اسمها كلاسيكل. اه صح. اي كلاسيكل. لان ده قطب البطارية البوزيتف وده قطب البطارية النيجاتف. وده البوزيتف وده النيجاتف. وده البوزيتف وده النيجاتف. وده البوزيتف وده ماشي? النيجاتب اسمه ايه? اه صح النيجاتب اسمه ايه. بس النيجاتب ده طالع الالكترونات طلعة من النيجاتب بول مش داخل ايه اده غلط. ماشي? طيب. المفروض التفكير اللي انت فكرت فيه ده تحطه على الرسمة. تهم قصدي ازاي? طيب. وبعدين ده. اه ده فعلا اي النيجاتب اهوك اللي هو اللي هو القصدي اللي هو ماشي في الاتجاه ده فعلا طلع من فعلا صح كده. ماشي. والنيجاتب اه طلع من النيجاتب اه صح كده. يبقى ده فعلا الاتجاه صح. يبقى الاجابة هي بيه. طب وسي. ايوة لازم تعرف ليه سي غلط. يعني تقولش انا خلاص لقيتها اول اجابة. لأ انت دلوقتي في مرحلة ان انت ايه? ان انت تبقى عارف ليه انت. ليه ليه? ليه عملت كده? ليه طلعت كده يعني? واخد برك معي? يعني ليه انا طلعتها كده? هو ماشي. ماشي يا ولاد مركزين معي? فهمين اللي انا بقوله? فانت لازم تبقى عارف هو ليه بقى ليه ليه دي غلط? لان الكهرباء تطلع من البطارية. وده الاتجاه ده داخل في البطارية. بقى دي غلط اصلا من غير ما كامل. طب وديه? المفروض نفس الكلام الكهرباء تطلع من البطارية. مش تدخل في البطارية. فيبقى يبقى فعلا دي لصح. لو انت عملت الخطوات دي اصور هاري مفيش مشكلة وكتب لي ايه ايوة دي ايه? دي لتر ايه لتر بي. يبقى كده. بس تصور لي اللي انت عملته. تصور لي ايه اللي انت عملته. انتم متبهين للكلام يا جماعة? فهمين قصدي ايه? لان طبعا انت عارف ان انت في سنوية عاملة مش المفروض ان انت يعني يبقى مفروض فيه ماشي عليه. عشان الطريقة بتاع تنظيم الاجابات دي هي اللي هتفرق معك بعد كده. طيب بص يا حبيب. فانت عندك حاجة اسمها ايه? اه يا اما يبقى اسمه يعني قديم او ايه? او يبقى اسمه اللي احنا قلنا عليه في الصفحة دي. طيب. تعال بقى نرجع لنفس الكلام تاني اللي هو بتاع الالكترك يبقى الالكترك عارفنا بتاع الالكترك كارنت وعرفنا الالكترك كارنت. الالكترك كارنت هو هو يا احمد يا محسن. ايه? انا كنت عايز اعرف يا احمد يا محسن. الكوندكتنج متيريال دي زي ايه? سلمة. زي ايه سلمة? دي الكابر. وهو كوندكتنج ليه يا سلمة? بيوصل اصلا ليه? في ايه غيء يعني مش موجودة في حد غيره بيوصل بيها? يا ليه طبوة الجسم يكهرب. طب انا هسأل السؤال واللي عارف يقول. انا مش هختار حد تاني. يعني معلش احنا بس في الاول كده بنبقى عايزين نعرف نظامنا في الحصة ايه? انا مش هختار حد يرد. اللي عارف يقول يفتح المايكو يقول. حلو كده? السؤال هو. ايه اللي في كوندكتنج باتيريال? ايه الحاجة الموجودة في كوندكتنج باتيريال? بتسبب ان هي بتكهرب الواحد. بتسبب ليه بتكهرب الواحد? اه يعني مثلا الولد ده كهرب ليه? الولد ده. الولد. مثلا فيها اللي تعزيس فيها كتير مثلا على حاجة كده. ايه? اللي تعزيس مثلا فيها كتير. ايه اللي فيها كتير? ايه? اللي فيها مش ماشي. اه بالزبط اللي هي الالكترونز. فيها كتير فيها فري كتير. مين اللي بيقول ده بقى? احمد? مين اللي رد? انا انا انا. ماشي احمد. شطوري احمد. اوكي. ماشي. انا حمدي. مين? حمدي? حمدي حمدي. ماشي يا حمدي. احنا احنا يعني معنش بتعرف على بعض. انت عندك كيو هنا اقوال ان في ايه. كيو دي يعني ايه? كمية. كيو دي اللي هي ايه? اكتب بس اهي كيو تحت اهي. بص بص شايف? كوانتي يعني كمية الشحنات. كمية الشحنات يعني ايه? يعني اقول ايه? على فكرة. فيه كهربة كتير قوي 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 في الودة. موجودة فيه. مش ملاحظ ان مثلا الحاجة دي انت بتبقى يعني واضحة في الشتة. لما ايجي حد مثلا يلبس بلوفر. ها? والبلوفر يبقى تقيل او ييجي لا او. يسمع طرقه او في البلوفر. صح? او مثلا تلمس واحد وتحسن هم الكهرب. او او بيكهرب. الحاجة دي معروفة جدا. معروفة جدا جدا. ليه بقى? لان فيه كمية شحنات كهربية بتبقى سكنة مش بتتحرك. ممكن تبقى موجودة في جسم واحد لابس حاجة صوف. المعلومة دي مش ممكن تكون انت اصلا مش عارفها او ما حصلت لكش في حياتك. اكيد لما استدميل ليك في يوم من الايام وكهربك. صح? طيب. يبقى معنا كده ان احنا عندنا كمية كهربة موجودة. الكمية دي لو احنا حرقناها تبقى كهربية متحركة. تبقى الكتريك كار. يبقى طيار كهربية. طب لو هي سبتة. تبقى عادي زي ما هي محدش. طب انا عايزة احسب بقى كميتها قد ايه? قال لك ايه دي شحنة الالكترون? شحنة الالكترون دي اللي هي الالكترون تشورج. اي ايكول? اي ايكول? يا نادية. اقري لي كده اللي شحنة بتاعة الالكترون تشورج دي. one point six times ten negative 19. ten power negative 19. الرقم ده سابت. سابت ليه? لان هو يعني شحنة الالكترون اللي في الهند هي بتاعة ماليزيا هي بتاعة اندونيسيا اللي بتاعة مصر. الالكترون في اي حتة في العالم شحنته سابتة. طب ولما انت بقى شحنته سابتة ايه اللي يحصل? رقم ثابت يبقى لازم هو يدولك في المسألة. طب انا عايزة اعرف كمية الشحنة اللي بجسم الولد دون او اللي على البلوفر اللي هو لابسه. احسب عدد الشحنات في الشحنة الواحدة بكام? ماشي? فيبقى and is number of charge. وي الشحنة الذات نفسها بكام? الشحنة دي اللي بتاعتها بCC يعني كولم. C اللي هي اي كولم? انتو شايفين العلامة اللي انا بهزها تحت الكلمة كولم دي? شايفين النقطة اللي انا عمالة عمله تحت كلمة كولم دي? اي همشي. شايفها طيب ماشي الكولم دي اللي هي الشحنة الكهربية. خلاص? يبقى. خلاص? انا قلت لما تبقى الشحنة ما بتتحركش. طيب تبقى سابتة يبقى حسب عدد الشحنة في ايه? في الشحنة تحت الالتون الواحد. يعني مسلا قالك الف. يبقى كمية يعني اقول مسلا ايه? الودة بيكهرب جمد قوي ده انا لمسته. والت خلاص يعني حسيت بالكهربة. في الف. الف الكترون على جسمه. يبقى كمية الكهربة. يبقى يعني او 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 اللي هي الكيو بكام؟ ايه السؤال تنا عني شي? الودة ده لبس بلوفر. البلوفر ده عليه الف الكترون. عايز اعرف الكوانت اللي الموجودة عالبلوفر بكام? اطرب الفة في شحنة الالكترون. ماشي? طيب. اللي ولد بقى الكهربة اتحركت في جسمه. خلاص? لو الكهربة دي اي كهربة اتحركت يبقى لازم يبقى ليها بص يا حبيبي. كلمة دي كلمة مهمة جدا. ريت يعني معدل. معدل التحرك. ريت. ريت يعني ايه? ريت يعني معدل التحرك. يعني معدل التحرك بتاع الالكترون دي اي اكوال كيو اوفر تي. اي ايكوال اي. كيو اوفر تي. كيو دي اللي هي ودي دي الطايم. طيب لو الاية دي كبيرة. يبقى ايه هيبقى صغير وايه هيبقى كبير? الكيو هتبقى كبيرة والاي هتبقى صغيرة. صح? يعني مثلا لو الاية دي اللي هي الكتريك كارنت انت يسمعها الاكتريك ركز بس معي. يعني شدة الطيار الكهرابي. شدة الطيار الكهرابي دي يعني ايه? كمية الشحنة على ايه? طيب انت اديتو كمية شحنة كتيرة جدا جدا جدا. فعليت الكيو. اديتو مثلا تلاتين الف كولم. على الطايم في وقت. فوان ساكند مثلا. او في تو ساكند. اديتو تلاتين الف كولم في تو ساكند. ماشي? طيب. لما تديلو تلاتين الف كولم في آآ تو ساكند. يبقى شدة الطيار الكهرابي اللي اتعرض لها الولد ده كبيرة. ولا لما تديلو تلاتين الف كولم مثلا في آآ اربعين ساكندس. ان هي اكتر? الاي اكتر فوق ولا الاي اكتر تحت? من اللي فوق? فوق ليه? ليه فوق? عشان. لان الكيو دي قوي بالنسبة للوقت. عارف ده? ده بيحصل فين? بيحصل عند اللي مهم عليه. عارف اللي مهم عليه ده? بيعمل له حاجة اسمها ايه? بيوقف واحد كده? ها? ويروح اعمل له ايه? ايه ده? ايه ده? حد يقول لي ايه ده? الممرد. بيعمل ايه كده? ايوة بيصطدمة عارف صدمة كهربية ومبسوط قوي كده ايوة. بيعمل له صدمة كهربية. بيعمل له صدمة كهربية ليه? بيفوق القلب. فوق فقتل ايه? دحك اهو. بيفوق القلب ليه? لازم يديره كهربة فجأة. فيديره كهربة كتيرة? وقته قليل. علشان كده الراجل المسعف بيعمل ايه? يشيل يده بسرعة قوي. ليه? عشان الوقت يبقى وسيط. يعني بيدي له صوحنا عالية? وقته قليل. دي ايكول كيو اوبر ايه? اوبر تي. ناشي? ايكول كيو ايه? كيو اوبر تي. يبقى اي ايكول كيو كولم اوفر سكند اللي هي امبار. يعني ايه كيو كولم على السكند دي هيا الامبار. هي ماذا بالقول لك مسعى? الالكتريك كارنت انتنيس تيب خمسة على تلاتة كولم على السكند. اقول اراح نفسه اقول لك ايه? اقول لك امبار. في مشكلة في الكلام ده? يعني حتى محدش كتب انه مفيش مشكلة. مش مش محدش رد. يعني اخدش حتى كتب يعني ولا حد رد عارفت ازاي. يعني انت عارف بس لو فيه اوبشن انا شوف الولاده هم عادين بيعملوا ايه? بس انا مفيش الابشن ده الاسكند. طيب ماشي. يبقى الالكتريك كارنت انتنسي هو فانت في اول الكتريك شورج باست انا جبن كروس سكشن انا سكند. اعايز ارا بس فيه كم واحد هنا اه علمي ريوضة. في كم واحد علمي ريوضة اكتب لي اعلى شات انا. دي شوال علمي ريوضة كلكم علمون? طيب ماشي. ما انا اصلا هعملك على اساس ان انت علمي علوم او علمي ريوضة. انا يحيا انا كنت شكة فيك ايحيا لبكرة. اوكي. بص يا بي. بص يا حبيبي. فيه بقى حاجة اسمها اه اه كلمة ده ان اكروس سكشن. ليه كبن يعني ليه ليه يقولك ليه يذكر كلمة كروس سكشن. هيقولك كمية التحرابة اللي معادية فيه سلك. من غير ما يقولك ان السلك ده في كروس سكشن بتاعته ان ون سكن. ليه? ليه يقول كلمة كروس سكشن. اللي دي عشان يوحد. يوحد. ايه? يوحد الكلام. يعني مسلا يقولك ايه? انا دلوقتي عندي. ها? آآ عندي مسلا آآ عندي مسلا سلك. فانت عايز تقييس الالكتريك كورنت انتنسي بتاعته. فجبت سلك عامل كده. ماشي? ها? وجبت سلك عامل كده. ايه الفرق بين الاثنين? ايه الفرق? الفرق ان الالكترون وهو ماشي هنا كده بيتصلبط براحته. صح? ليه? لان فيه مساحة كويس? انما الالكترون هنا يعاني ايه? حاسس بديق ومتدايق ومتوتر ومش عارف يتحرك. هلا الالكترون اللي هنا هيوصل بدري ولا الالكترون اللي هنا? طب ما انا مش عارفة طب انا طب استاني كده طب افرد انا ايه? جبت له آآ سلك زي كده وحطت الالكترون هنا وخليته يمشي يتحرك. خلاص? يبقى يبقى هيوصل بدري ولا هيوصل متقلك? لا. انت طبق تقولي كبير وصغير وانت وحد الكلام. انت خلي الديفنيشن ها? الديفنيشن بتاع الالكترون يبقى يبقى يعني يعني الاريا واحدة. يعني المساحة اللي هيمشي فيها الالكترون واحد. طب في حاجة اسمها اللي هي بيه. فرق الجهد. الوورك دان. الشغل اللي بيعمله الموصل عشان ينقل شحنة من مكان لمكان. اصلا انت لازم تفهم من اصله ان اللي بين الشحنة يعني الشحنة الموجودة دي بتتزق. طب هو مين اللي بيزقها? اللي بيزقها البطارية. اوما انت بتحط بطارية دي. اوما انت بتتكهرب ليه ما بقى فيه ايه? لما يبقى فيه آآ لما يبقى فيه آآ جهد عالي. اصلا انت بيبقى عندك البطارية كده. البطارية دي بيبقى معناها وسط اتنين فولت عشرين فولت خمسين فولت وتفر. وبعدين بيبقى عندك لمبة كده مسلا لمبة. اللمبة دي سلك ماشي بيمشي فيه كهرباء. ولما السلك يمشي فيه الكهرباء بيحصل له يتوهج. في الحقيقة في الحقيقة. في الحقيقة. الكهرباء اللي موجودة بتاعة البطارية. البطارية دي وظيفتها اللي هي تعمل بامبينج. ان هي تزوق الشحنة الكهرباء اللي موجودة في السلك. خلاص? وتدخله جوه وتعديه وتطلع تكمل ايه? تكمل الشحنات كده لغاية بر. قالك حلي بالك. ركز بقى معايا. هل الجهد اللي هيعمله موصل عند النقطة ايه? قد الجهد اللي هيعمله موصل عند النقطة دي. يعني اصلا اصلا هو هيعدي الكهرباء من النقطة ايه النقطة بي? هل الجهد هنا قد الجهد هنا قال لك لا طبعا. في حاجة اسمعها potential difference. potential difference يعني ايه? فرق الجهد بين نقطتين. لازم لازم لازم. يعني انت مثلا قبل مسلا انت عارف اصلا هقول لك هقول لك انا عشان تفهم. انت عارف اصلا ليه بترسم اللمبة? انت بترسم ايه? انت بترسم السلكة وبترسم حاجة مشارشرة كده. انت عارف ايه المشارشرة ده? ده السلك بتاع اللمبة. عارف ايه اللي بيحصل اصلا عشان ينور او عشان ينور اصلا لازم الكهربا تمشي جوه السلك ده وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وترجع تلف وتطلع برة تاني. طيب انت عشان تركب لي دلوقتي عشان تمشي لي كهربا. هل لو مسلا الموصل ده شايل على دماغه فلنفرد ها? شحنة كهربية. ماشي? هل هو لما يعدي الشحنة لما يعدي كده ويطلع كده يعدي كده خش هنا ويرجع تاني يلف تاني. ايه ده? ايه الكلام الفاضي ده? هل هنا الجهد بتاعه هيبقى قد هنا? قال لك لا. جهد عند النقطة ايه? غير الجهد عند النقطة. عشان ما بين نقطتين دول في حاجة اسمها فرق جهد. دي اسمها او فرق جهد بين نقطين دول. يعني الموصل هيعمل مجهود عشان ينقل الشحنة في خلال الحتة دي. طيب يبقى دي اسمها ايه? بوتنشل دفرنس. بوتنشل ايه? بوتنشل دفرنس. استنا نشوف كده. يبقى ده ايه الورك ده ده? اللي هو الجهد. الجهد اللي بيبزره مين? الجهد اللي بيبزره موصل. عشان ايه? الشحنة واحدة. طبعا ده سؤال معروف جدا. ايكوال دابلي اوبر كيو. ايكوال جول اوبر ايه? اوبر كولم. لان الورك اللي انت بتعمله اللي انت بتاعته بالجول. والشحنة اللي انت بتنقلها اللي انت بتاعتها بايه? بالكولم. يبقى معنا كده ان احنا عندنا ايه? عندنا القضون بتاع البي بي ايكوال دابلي اوبر كيو. ماشي? طيب. في بقى حاجة اسمعها. دي القوة دفع الكهربية بتاعت البطارية. ايه الكلام الكبير اوي ده? طب حد يقول لي ايه? القوة دفع الكهربية بتاعت القوة دفع الكهربية بتاعت السورس كده? حد يقول لي اي حاجة افتي يعني انا عايزك تفتي. بهم متعطش ساكت. هو انت خايف تفتي تغلط? انت خايف تفتي تغلط? افتي ومش مهمة مش هتغلط. هو ايه سؤال تاني كده? تاني? يعني ايه القوة دفع الكهربية بالعربي كده? يعني ايه قوة دفع الكهربية بتاعت البطارية. طب انا هقول لك حاجة هو انت تقدر تلعب ببطارية صغيرة كده اللي هي البطارية بتاعت اللعب بتاعت العير الصغيرة بتاعت الاخوك الصغير? اقدر تلعب بيها. طب تقدر بقى تحط ايدك في البطارية بتاعت الكهرباء بتاعت العربية? قال لك بقى? ما فيها حقيقة وموت ليه بقى? لانت عندك اصلا الاي ام اف الالكتر موتو فورس? بتاعت البطارية? اللي هي قوة دفع الكهربية. ماشي? اه هنشغل لمبة صغنونة قوي كده هنشغل اي حاجة? ها? اي حاجة يعني. بال باللمبة الصغيرة دي. القوة دفع الكهربية دي اللي هي اي ام اف. اللي هي الاكتر موتو فورس. القوة دفع الكهربية بتاعت البطارية هي بتبقى بطولة على البطارية. يعني يكتب لك البطارية مسلا اه سبن بولت. ايه دي بقى? اصلا اصلا احكي لما انا هقولها دي. موجودة في الدرس ده. وموجودة في الدرس اللي بعد اللي جاي. فانت رازم تفهمها دلوقتي. علشان خاطر مش هعيدها تاني في الدرس اللي بعد اللي جاي. الالكتر موتو فورس بتاعت البطارية هي قوة دفع الكهربية اللي. بتخلي البطارية تزوق الالكترونز. انت اصلا عندك هنا. طب حلو ماشي. وبعدين بتزوقهم. طب زوقهم. مين هتزوقهم? البطارية? طيب ماشي. البطارية هتزوقهم. وبعدين هتدخل بقى الالكترونز هنا كده. تنور اللمبة. ما هو الالكترونز لما بتدخل جوه السلك المشارشل ده بيتخليه يحصل له ماشي? طيب. وبعدين ترجع ترفي تاني كده? وبعدين ايه? وبعدين ايه? نتروح فين? ايو. تستنيع الايجابة. تروح فين? ايو. ايو. اش هينفع كده يا جماعة? لا احبش كده. اوما انت بتاخد على زوم قلت الحصة اللي فاتة. اللي مقاش في انتر اكشن هسابدل حساس هو بعدها لك. يعني بسيطة جدا. بسيطة جدا جدا. لان هو واضح حتى ان انتو مش واخدين على كده. يعني انت مش واخد ان انت تشارك. ايو. انا مستنى يا بلو انا لايه ايقس. ايوة ايوة حبيب. ممكن السؤال تاني? صح? اقول يا بابا. الالكترونات بعد ما البطاريات زوقها. ماشيها في السل وتروح وتروح هنا في اللمبة وتنور اللمبة وترجع تاني تروح فين? بتدخل البطاريات تاني. برافو. بتدخل تاني جوه البطاريات صح? مش كده? وبعدين ترجع لان الكهرباء اصلا الالكترك كارن لازم يبقى في يبقى في يعني يبقى في دايرة كاملة. يبقى في يعني ايه? يعني يبقى في دايرة كاملة. طيب ماشي. انت عندك دلوقتي البطارية دي بتزوق الكهرباء. براها ركز بقى. براها اهي. ها? وايه كمان? وجواها. صح? طب لو الالكترك كارن تماشي كده والداي من المواد الرخمة اللي موجودة جوه البطارية. ليه مش البطارية دي عبارة عن مواد كيميائية? هيبقى في مقاومة للطيار جوه البطارية ولا مش هبقى في مقاومة القيارة. تيه حاجة ارفاء. زي بتبقى واقف مثلا اوتوبيس وبنزل محطة الجاية والاوتوبيس ده مع الاخر. بتقعفل بتقعفل بتقعفل. عشان توصل من اخر الاوتوبيس لاول الاوتوبيس. ماشي? يبقى فيه مقاومة ولا فيش مقاومة. يا جماعة حد يرد. يبقى فيه مقاومة. يبقى فيه مقاومة جوه البطارية. البطارية اللي فيها مقاومة دي. ليها حاجة اسمعها انترنال ريزيستنس. ريزيستنس من كلمة ريزيست بالانجلش. ريزيستنس يعني مقاومة كهربائي. ماشي? مقاومة داخلية. ليه? الكهربا. مقاومة للكهربا بس جوه البطارية. طيب بقولك سؤال تاين. مين اللي قاومة كهربا برا البطارية? مين اللي قاومة? سلك؟ ايه ماشي. ايه بقى سلك. اللامش سلك اللي قاومة اللمبة براهو. علشان كده سلك عشان كده لبنترسم بعد كده ان شاء الله اي مقاومة. هتلاقيك بترسم مقاومة كده. عارف ليه? لانه بيقولك ايه? احنا نخلي سلك الطويل قوي ده هنكشكشه. عارف نكشكشه يعني ايه? نخلي نتنيه كده على بعض. فقوم الطيار يا حبيبي بدل ما يمشي كده بسهولة قوي وكأنه بيرعب كده. يطلع وينزل ويتلع وينزل ويتلع وينزل ويتلع وينزل ويتلع وينز ويتلع وين. ايه يا ابني واقع القلب ده? اسمها كده اسمها مقاومة. اسمها ايه? اسمها مقاومة. ماشي? طيب تعالا نرجع للكلام تاني. يبقى هينشيل شحنة واحدة بس. المجود الكبير اللي هيبزله. نمشي مقاومة. لقد قلت من الجهن مقاومة في العادة وايضة كمنيا . حبيبي صلماء في الجهنosas وفني الإنساس اليو س Якبزه ايضا هذه قوهمة في الجهن الشع broom الصلة ك внزل ويني بواهن. إن ك垫 سلما苦ت الآن وخريبت العرب сложين. عما ياجацион اليفرام في جهن شعцион في جهن النبل بعد الألو مرحن صلة الآن الكاب zуется وخرى لين جهن الصلة إجهورة كذين لها. ترجمة نانسي قنقر طب اكتبي اللي انت يفهمها اكتبي ايه ردي عليا بالكتابة طيب انا هقول يمكن عندها مشكلة في الخط ولا حاجة ولا في الصوت اه هو اصلا يعني برا برا يعني في السلك والمقاومة اللي احنا شفناها يعني جوه ايه؟ جوه البطارية طيب هو ده التطبيق اللي احنا قلنا عنه بيقولك كده ينجي خمسة ميلي امبير طيب ايه بقى السؤال ده؟ بيقولك ايه؟ احسن كمية اول ما يقولك تروح عامل على كوانتي دي تعرف ان انت عايز يعني يعني خمسة ميلي امبير للامبير قالك اي ميلي ملي ميتر للميتر ملي مش عارفا ايه ميلي كيلو الكيلو مين لي مش عارفا ايه من ملي يعني ملي مسلا امبير اضرب اضرب طيب المعاصرة هتلاقي عندك الحاجات دي في الاول بس انا مش бحب نحفظ انا مش بحب نحفظ يعني مرة في مرة انت كلما تيجي تحل مسألة تلاقي مسلا اليونة بالامبير بالملي فتروح ضربة مرة في مرة تحفظ ما تمسكش مسلا وتقول مسلا الملي فيه كزا ما تقعدش تعمل كده انت وانت ايدك بتشتغل في الحلول هتلاقي ان شاء الله الدنيا آآ كويسة جدا بإذن الله يعني هتلاقيها سهلة وهتلاقيك نفسك هتلاقي نفسك بتحفظ بمتاز سهول طيب هو بيقولك بقى عايز هو بعشرة عشرة ساكت خلاص يبقى تيب عشرة طيب وبعدين طيب ماشي في بقى حاجة تانية انا مش هقول والنبي فاهمين والنبي عارفين طيب انت عارف دي جات ازاي انا مش هقول كده انا هشرح المفروض ان في حاجات واقفة مع ولاد مش واقفة مع ولاد تانية دايما بتاع علم الرياضة حل المسألة مش بيفرق معاه خالص يعني حل المسألة بتاعتلي الرياضة اللي هي القطوات بتاع تلماس مش بيفرق معاه خالص خالص بتاع علم علوم بقى ممكن ما يكونش تذكر اصلا الرياضة في اولا سنة وتانية سنة ولان هو عارف كويس جدا ان هو مش هيخش علم الرياضة فيعني انا عايز اقولك ان انا عندي طلبة يعني بس طبعا يعني الناس دول بيبقى ليهم يعني ايه كلام تاني يعني يعني ايه يعني مثلا يقولك ايه 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 كوال مثلا كيو اوبر تي والتي دي بعشرة احنا قلنا بعشرة آآ بعشرة سكن فهنعود عن التي بعشرة هو عايز الكيو واحنا قلنا الاي دي بخمسة ميلي امبار فخمسة ميلي امبار يعني خمسة باي تان ما بيبقاش عارف انك عشان تجيب الكيو دي تبقى ايكول الكروس ملتبليكيشن اسمها كروس ملتبليكيشن ايكول تان باي فايف باي تان باور نيجاتف سوري يبقى تان باي فايف باي تان باور نيجاتف سوري تحطها عالكالكوليتر وتطلع الكيو اللي مش عارف ده ما فيش اي حاجة انت عندك اصلا رقم خاص فانت ممكن تقول يا ميس انا وانا بحل مسلا المسائل تعصرت في النقطة دي فمعليش لو سمحتي وبعدين خلي بالا خد بالا كويس جدا انا ببقى عارفة اللي حاول من اللي محاولش ها ببقى عارفة اللي اللي عدّل حاجة كده من اللي معدّاش اللي اللي بزل مجهود اه من اللي ما بازلش فما تدحكش علي متحاولش تدحك علي ماتقليش اصلا 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 الا اه انا انا عملت كده وخلاص يا ميسة سنة واختش عارف لأ انت لازم تحاول مرة وتنين وثلاتة وبعد ما تحاول تبقى يعني ديبقى خلص فشلت ان انت تطلع النتيجة فتقول ليس اه اصلنا معرفة تشده دي حلها بالطريقة السؤالية انت طبعا هقول هالك وهحل هالك مش مشكلة وستعمل من انت تحاول طيب يبقى احنا طلعنا ايه طلعنا ال Q هو بيقول لك انه هو مش عايز ال Q هو عايز يعرف number of electrons that pass لما انت عندك قانون ال Q equal N by electron charge ال N دي هنعرف نجيبها ازاي خليها لوحدها ونودي الرقم اللي هو zero point o five ده اللي هو quantitative electron charge نقسمه على نقسمه divided ايه الرقم ده طبعا انا برضو تشرح اهو بيحد مش عارف جات منين بيقول لي الكلام اللي جاي ده بقى في غاية الاهمية بص ياب اه انت عندك some electric symbols في اجهزة الاجهزة دي بتبقى بتتركف ال electric circle بس الاجهزة دي بيبقى ليها symbol بيبقى ليها symbol ليه علشان ما ينفعش يا حبيبي يبقى انت مثلا ايه عالم فيزيا فيك ولا رمبور خلوك ولا رمبور وبعدين تيجي مثلا ايه تيجي ترسم ايه ترسم البطارية فانت اه ممكن ترسم البطارية كده اصلي في بطاريات كده على فكرة ها البطارية اللي هي عاملة كده ده اقول لكم اكيد طبعا شفتوها في مصر يعني اه وبره يعني عاملة كده وفي ناس بترسم البطارية كده صح ديه البطارية الالم وفي ناس بترسم البطارية كده عارف البطارية دي بتاعت ايه عارف البطارية دي انت هاخدها اصلا في الكيميا او هتاخدها في الكيميا لزي البطارية دي بتاعت ايه طب اللي عارف يقول ساعة العربية برافو طب وانت بقى ان شاء الله لما ترسمي سيركت هترسمي انهي بطارية مش عارف ارسم ايه انا بحب ارسم دي وانت بتحب ترسم دي عشان تقولين هي بطارية وانا بقى لأ قالك بقولك ايه احنا هنقعد بقى كله عدي يرسم على مزاجه احنا هنرسم البطارية كده ونسمي العود الطويل ده البوزتف بول ونسمي القصير النيجاتف بول طب والباقي نفس الطريقة لو فيه بطاريتين ها نرسم نيجاتف بوزتف وبعديها نيجاتف بوزتف خلاص? هقولك تاني لاني هجيب الحاجات اللي مش مكتوبة اللي ليها علاقة بالفهم هجيبها لك في الحسن هجيبها لك في الامتحان ماشي? طيب اه سلمة ويحيا واحمد وناديا حمدي يحيا يحيا وحمد يحيا وحمد وناديا وسلم احمد محسن هو اللي طبعا طيب ماشي اوكي بص يا امي اه طيب ايه? هقول بقى دلوقتي ليه? ليه بقى? انا بقول كده البطاريتين انا انا عايزة انا انا عايزة بطاريات حجارة كتير قوي خلاص? فانا عايزة ازود القوة بتاعتهم قالك ترسومهم نيجاتيب بوزيتل وبقى انت حط خط كده تحط نيجاتيب بوزيتل وبقى انت حط خط كده نيجاتيب بوزيتل خط تاني نيجاتيب بوزيتل خلاص? كلام ده عندك في الدرس التالت فانت لازم تبقىها في كواس جدا دلوقتي يبقى انت عندك نيجاتيب بوزيتل خلاص? طيب. امال ايه? دي البطارية ترسمت لوحدها هي? خلاص? اللي هي دي. اروح لازق فيها نيجاتيب بوزيتل. لازق فيها نيجاتيب بوزيتل. طيب. ركز بقى معايا. كلام ده تعتلت اعدادي. وهنحتاجه دلوقتي. لو الاي ام اف لو قوة دفع كهربائية للبطارية دي متوسط. مكتوب عليها مسلا تلاتة فولت. خلاص? يبقى اللوكشن اللي قدامك دي بكامل. بكامل? مين يقول? برابو ليه? تلاتة هنا. تلاتة هنا. تلاتة وتلاتة جتة. تلاتة. تلاتة فا اربعة باتناشر. قال لك جيت انت بقى زي الشطور كده. هم? وروح تراسق بقلت لك بقول لك ايه? حط لي ايه? اه? عندك اربع بطارية هم? يلا حطوه بقى ايه? عشان تجيب ايه? تجيب ايه? تجيب ايه? 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 بحط انت زي الشطور عامل ايه? نيجاتف بوزيتف. نيجاتف بوزيتف. بوزيتف نيجاتف. عارف ايه ام اف بتاعت الشكل ده بكام? ازا كانت البطارية الواحدة بتلاتة. ثلاثة بط. لو انا وصلت بالطريقة ده. يبقى الاي ام اف التوتل بكامل. كم? قول. توينتي? لأ. توينتي. توينتي? لأ. توينتي. توينتي? لأ مش توينتي. لا عشان شريق. بص. انت مين بقى? انت يحيا? ايه. بص يا يحيا. انت وصلت النيجاتف بالبوزيتف اهي. دي البطارية الاولين. نيجاتف بوزيتف. وبعدين نيجاتف بوزيتف. يبقى ديب تلاتة ووصلتها على تلاتة تاني يبقى بقولتين دول كام? ستة. خلالك? روح انت عامل ايه? موصل للعكس. التوصيل للعكسي ده بياكل. التوصيل العكسي ده. عارف ايه? بقى تزيره? بقى تزيره. برافو. انت موصلت من عكسي. ايه ده? لا 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 طبعا. تلاتة هنا وتلاتة هنا في النحية التانية دول بوزوا دول اصلا. الاي ام اف بتاعت الشكل قدما جداهم بزيره. فانت لازم تنتبه. انت بتعمل ايه? انت متوصل ازاي? هم? طيب. بص يا سيجا. يبقى ديه البطارية. وهو موصل كده البطارية للتوصيل صحي. انا دلوقتي عايز ظاهرة في الالكتريب كارنت انتانسي. شدة تطيير الكهرباء. قال لك خلاص. بسيطة. هات جهاز اسمه الاميتر. ومشي وحط وركبه. بص الشكل قدامك ده. ركبه في الطريق اللي ماشي فيه الكهرباء. اي حتة. ماشي فيها الكهرباء على نفس الطريق. ركب اميتر. الاميتر ده. بيتركب يعني على نفس الخط اللي فيك الكهرباء. شايف الشكل ده。 طب هو وركبته هنا. عادي جدا. طب ركبته هنا. عادي جدا. طب ركبته هنا. عادي جدا. طب لو ركبته لازق عادي جدا. بس ما ادخلش جهازين على بعض ها? وإن في جهاز تاني اسمه اللي هو البي اللي هو البولتاميتر. البولتاميتر ده الجهاز بيقيس فرق الجهد بين نقطتين دول. بجي احنا قلنا ان الكهرباء بتتعب. المواصل بتعب. آآ لما يبقى فيه آآ لما يطلع وينزل ويطلع وينزل فيبقى فيه طبعا فرق جهد بين نقطتين دول. طيب. الفي ده اسمه بولتاميتر. لما تيجي تقيس فرق جهد بين نقطتين دول. ها? ركس بقى معايا. في اس لما تركب الفولتاميتر يعني موادي. الفولتاميتر ما يتوصلش ابدا 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 زي الاميتر كده. الفولتاميتر يتوصل طيب وده ايه ده? ايه دي? المقاومة اللي هو السلك. خلاص? طيب اللي هو بيطلع وبينزل بيطلع بتطلع وتنزل فيه. الالكترون بيطلع وينزل فيه. طيب. ايه بقى الكيل المفتاح? الكيل ده بيبقى اون او بيبقى اوف. اون يعني يعني المفتاح مقفول كهربا شغالة. واوف يعني المفتاح مفتوح يعني مفيش كهربا. في حالة اسمها او ريوستات. الريوستات دي هي ايه? هي عبارة عن بس المتغير. يعني ايه بس متغيرة? يعني انا دلوقتي ركز بقى معي عشان الكلام ده مش موجود في ايه الكتاب? لان المفروض ان انت عارفه من ايه? من تلتة عدادي. فهو مش شرحولك في الكتابة. بس انا برضو ما عارفش انت ذاكرت وكنت تذكر في تلتة عدادي ولا لا. او ما حتى لو كنت ذاكرت وكنت تفاكر ولا مش فاكر. بص يا حبيب. الريزيستانس دي اللي هي الريوستات. الريزيستانس اللي هي دي. دي اسمها الريزيستانس. الريزيستانس دي اسمها فيكسد. فيكسد يعني ايه? فيكسد يعني سابتة. سابتة يعني ايه? انا باشتريها من خلي بالك. باشتريها من عند الراجل كده. باشتريها من عند الراجل كده. تبقى عاملة كده. تبقى شكلها كده ليه كده يعني. تبقى من عند الراجل بتاع الريستات. بتاع المقاومات بقوله النبي عام اللايستورات انا عندي تجربة وعايزة مقدرها تلاتة اوم على فكرة الاوم دي اللي هي ليونة وحدة الاياس بتاعت عايزة مقاومة عشان المقاومة دي بتخلي الطيار بداي الطيار بيها طيب وبعدها رحت الواحد تاني قلت له بقولك ايه والنبي انا لما رحت لعمه البيت عامه الكهربائي اللي في البيت قال انا مش عايز تلاتة اوم انا عايزة عشرة اوم عندك عشرة اوم دي ما بتتغيرش انا بشتريه من عند الراجل كده وبعدين ايه لما روحت بقى الراجل الكهربائي اللي في البيت قال لي بقولك ايه انا مش عايزة عشرة اقطعيز تسعة تسعة اومة فروحت بناتسة عام الكهربائي ايه ايه ده هنقب بقى نروح ونرجع ونروح ونرجع ما يصحش ومالقي لي صح اعملي حاجة اسمها يعني ايه يعني مقاومة متغيرة ما لها بقى المقاومة المتغيرة دي مقاومة متغيرة دي بتبقى عبارة عن سلك ركز بقى مع سلك طويل قوي هم? ركز مع ملفوف حوالين كده ها? وده انت اخدته في تالتة عدادة سمعها المقاومة بتغيرة دي او سلك طويل وكتير بيبقى ملفوف كده في حاجة اسمها سلايدر فوق ماشي في حاجة اسمها كده سلايدر بيبقى متسبت كده هم? وبعدين بيبقى ليه بوس كده زي ايه زي البوس ده بيبقى بيبقى بيلمس طيب ايه اللي بيحصل فيه? انت دلوقتي عايز ده ده بيبقى الين بتاعه ها? الين بتاعه ويبقى هنا الاوت بتاعه. خلاص? الاوت. بيقول لك ايه بقى? انت عايز تداقي الطيار وتنكد عليه عيشته. فانت هتمشي مسافة طويلة جدا. فتروح جابل ده هنا كده. ماشي. فلما الطيير يجي يمشي يمشي ازاي? طيير يمشي كده? وهو ده الين بتاعهم. ماشي? يبدل يمشي كده ويمشي يمشي 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 يمشي. شفت انت تعبته ازاي? يبقى انت زودت الريزيستنس في الحالة دي ولا قللتها? ايه. حد يقول طيير. زايدت يا مش? زايدت يا حبيبي ليه? لانك مشتها مسافة طويلة. طيب انت بقى عايز تقلل الريزيستنس تجيب نفس السلايدر ده? هم? تجيب السلايدر ده? وتروح اه يعني ايه محركه كده بحيس ان هو يوصل هنا كده. استنى ناخد دون تاني عشان ما تنخبطوش. يجيب السلايدر ده وتحركو هنا لما تجيب السلايدر ده وتحركو هنا الكهربا تمشي ازاي? كهربا تمشي كده? 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 كده. السلك دابعا ده لفنوش ماشي.? ده ماشيي كده 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 وأنت عديه. فيقوم الكهربا ماشى في الحتة دي بس وتطلع. يبقى انت مشيتو حطة قليلة حتة كبيرة. بشيتو حطة قليلة. فمعنى كده ان انت ما اجهدتش الطيارك فمعنى كانت اقللت الريزيستنس. طب وبعدين هنقعد بقى نرسم الرسمة دي قالك لا بتترسم كده. كده. ساهم كده. يعني بقولك ان الساهم بتاع السلايدر ده بحركه يمين او شمال على حسب يعني. ماشي? وفيه طريقة تانية بيزأل بقى بيها في في البسائل. يجيب السلايدر ده وحطولك هنا كده. طب ولما حطولك هنا. المقامة تبقى كبيرة ولا لقى ازا كانت طيارة اصلا بيمشي بني هنا كده. كانت طيارة اصلا بيمشي. افتكر انت. المقامة هنا كبيرة ولا صغيرة? صغيرة لين? ده هيمشي كل ده. كده 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 كده. ده ده مقامة كبيرة جدا. طب انا عايز اقل المقامة يا يحيي اعمل ايه? بص! مشي السلايدر ده السلايدر ده. ماشي كده. حطه هنا كده. خلي السلايدر ده يتحط هنا كده. عارف القرهبة تمشي ازاي? تمشي كده 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 كده. وتمشي الحتة دي بس. وبعد انت طلع بره. واحد بالك معي? ايه. واحد بالك? ايه. طيب ماشي. اوكي يبقى فيه عندنا الاشكال دي لازم تبقى عارفها وعارف تحفظها دي اسمها الريستات هاي. شايفها الريستات تحت هاي. وقدي البطارية وقدي ايه طيب. اومز لو. في واحد بقى اسمه اوم. قال لك ايه 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 انا هعمل تجربة قاية constant temperature constant temperature يعني عند درجة حرارة سابتة ماشي بعدين ولا قابلين التجربة دي لازم تتعامل عند درجة حرارة سابتة اول حاجة ها اول حاجة تيجي في دماغك ايه السؤال يجي في دماغك الناس يا جماعة لازم تسأل لازم تسأل لما اقول لك التجربة بتاعت قوم لازم لازم تتعامل في درجة حرارة سابتة ليه ايه ليه ايه الحرارة بتقصر على ايه اكيد الحرارة بتقصر على حاجة بصر على ايه الحرارة بتقصر على ايه بتقصر على السلك بتقصر على السلك ازاي ده الحرارة يا شيخة بتسيح السلك قال لك لا يعني اسم احنا مش هنوصل بقى لدرجة ما هي لسيح السلك الحرارة بتقسر على السلك ازاي بص بقى سيدي قال لك ايه اصلا اصلا انت لما انت هتعمل تجربة دلوقتي يسمعها تجربة تقوم بس قبل اي حاجة بتقول له ايه لو سمحت انا مش عايز ايه انا عايز درجة الحرارة تبقى سبتها يعني يعني عارتني اعمل التجربة في مكان فيه تكييف طب وليه المكان فيه تكييف المكان فيه تكييف عشان درجة حرارة تبقى سبتها او يبقى يبقى درجة الحرارة يعني ايه ما نعودش بقى ايه ما يعودش الجو يبقى مطر اتمطر او في مكان استوائي مثلا طب ليه قال لك اصلا اصلا انا لو عندي كوندكتور زي مثلا ايه زي مثلا الكبر اللي هو النحاس الكبر ده بيوصل الكهرباء طب ما الكبر ده الالكترونز بتاعته هي اللي بتتحرك في طريق ماشي الطريق ده هو مين هو السلك زي في نفسه لما بتتحرك ايه اللي بيحصل بيتنقل الكهرباء طيب انت بقى ستخلي السلك ده لما تتخن السلك ايه اللي يحصل للالكتروز فكر كده قولي كده فكر فكر وقولي كده ايه فبقول اي حاجة افتي هيحصل لها الالكترونز دي بالتسخيم هيحصل لها هتتحرك لفوق والتحت والفوق والتحت وداي يمشي كده السخنية بقى ولعا يعني انا بمشيك على الجمر ماشي قالك لما يحصل يحصل اهتزاز الالكترونز تخبط في بعضها بعد ما كان الالكترونز ماشي في طريق كده محترم وزي الفول طوال تخبط في بعضها فلما تخبط في بعضها الريزيستنس تزيد ولا تقل مقاومة السلك تزيد ولا تقل بتزيد بتزيد لان هو اصلا اصلا مش عارف يمشي انت انت اصلا عشان تشغل الالكتريك كارنت يعني اي الالكتريك كارنت شدة الطائرة الكهربي لازم تباشي الالكترونز في طريق مستقيم انت دلوقتي بتدايقها بانك انت بتقعد تسخن فبيحصل الفيبريشن الفيبريشن ده بيبقى ابستيكل ابستيكل يعني عاقة فمعنا كده ان الالكترونز بيحصل لها ايه بيحصل لها اعاقة فبيحصل فريزيستنس بتاعت السلك بتزيد فالالكتريك كارنت بتقل شدة الطائرة بتقل فعشان كده بيقولك ايه لما تيجي تعمل تجربة لازم يبقى فيه constant temperature درجة حرارة ايه ثابتة بيقولك اوم ده ده قانون اوم القانون ده قانون الرضي مقطوب بالاسود ده بيه ايقوال اي في ار القانون الاسود ده اللي هو مين اللي هو فرق الجهد بين نقطتين ايقوال اي باي ار طب وايه ده ايه الجراف ده اه الجراف ده بقى الناس انا انا مش هكلم انا قلت مليون الف مرة انا مش هكلم مش هقولك فاهم ولا مش فاهم انت لما ما تبقاش فاهم في لعزة توقفني من الحاجات الاساسية جدا اللي انت رزم تعرفها الجراف يعني الجراف ده اصلا اصلا سؤال اثنين تلاتة اربعة في انتحان اخر ستنة انت عندك الجراف ده بيقولك ان ال V equal I for R ال V equal A I for R يعني انت بترسم ال relation خلي بالك انت بترسم relation between مين ومين ال V وال I ها لما بترسم relation between V وال I بيطلع لك خلاص يعني ايه انت دلوقتي بتقيس في الدايرة دي في السيركت دي بتقيس في السيركت دي في السيركت اللي فوق دي خلاص ثلنا كده لحظة ماشي بتقيس في السيركت دي بس هي فيها 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 اللي هو المتغيرة عن عموم يعني انت بتعمل ايه بيجيب البطارية دي ركز بقى معين ها وبعدين تقيس ايه تقيس بالاميتر الالكترك كارنت خلاص وبعدين تغير البطارية تجيب بطارية تانية عشان كده ترسم البي على شايف البي مرسومة ازاي خلاص طيب وبعدين تغير البطارية ولما تغير البطارية تبص تشوف الاميتر يقس ايه ماشي تلاقي ان فرق الجهد زادت يعني البوتنشال زادت والآي زادت احنا بقى المفهوض ان احنا ما نفهمش الجراف كده الجراف لازم يترسم بارقام يعني ايه زادت وقالت اكتبي نكتب نقول مثلا ادي وان ادي تو ادي ثري ادي فور ادي فايف ادي سيكس ادي سبن ادي ايت بنفس الطريقة هو بيقولك ايه انت بتجيب كده اهي وبعدين ايه بيجيب الاميتر الاميتر ده بيقيس اللي هي اويل ماشي وبتجيب بطارية البطارية اهي ماشي وبعدين البطارية دي مسلا ايه عشرين فولت ماشي او مسلا نبتدي بواحد فولت بش حاسمها هاتفولت بس احنا بنقول يعني ادي بواحد فولت ماشي وان بيبصها على الاميتر بلاقي الاميتر اس واحد امپير طيب اشيه البطارية دي وهروح حتى ايه اتنين فولت خلاص احط بطارية اتنين فولت اقيس الابقي الاب ISIS اتنين امپير اشيه البطارية دي واخط بطارية تلتة فولت نفس الكلام افضل مشيه كده لاقي الاقي ألاقي الجراف طلها ستريت لاين. بيعدي على الارجن اللي هي زيرو بوينت. الارجن اللي هي زيرو بوينت. فقوم قال لك خلاص. يبقى الار دي هي الايه? هي الاساس. احنا لو عملنا البي جبنا الاسلوب. الاسلوب اللي هو مين? اللي هو في على ار. لو عملنا في اوفر اي. اللي هي بتاع البطاريات اللي ان حطتها. شدة الطائر الكهرابي اللي انا قسطه. هيطلعني مين? هيطلعني اللي اللي انا كنت مركبها. واخد بالك معايا. وممكن عن فكرة التجربة دي تتعمل تتعمل ببس احنا مش علينا التتعمل ببس ازاي? قول اللي كان بيسأل. قول. حد كان بتكلم. يا ابني انا مش هزي حد الكسك. يعني انت ممكن تعتقد ان السؤال ده غبي. او سؤال مالوش لازمة. او الناس ما اتكلمتش وانا اتكلمت. في الحقيقة ممكن تكون انت اللي مش فاهم. ممكن تكون انت اللي فاهم اصلا هو هما مش فاهمين مش عايزين يتكلموا. يعني مش فاهمين حتة مش عايزين يتكلموا فيها. فكسوفك ده هيدرك انت. يعني الكسوف انك انت تسأل في الحصة هيدرك انت. مش هيدر حد تاني. طيب ماشي نكمل. اوكي. مثلا انا عاملي السؤال يا مسي. قولي يا حبيبتي قولي. طب انا لو عكست اللي هي مسلا تبقى دلتا اي اوبر دلتا في. بتبقى برضو ايك والاك? دلتا اي? اه الدلتا اي اوبر الدلتا في. اولا انت قلت دلتا دلتا دي. بص بقى الاول دي دلتا كواس الناس انك قلت دلتا. بس الدلتا دي اللي هي الفرق. ماشي? الدلتا دي اللي هي الفرق. الفرق ده بيتعامل يعني بتكتبي كده الدلتا بالشكل ده. الدلتا اللي هي الفرق. الفرق اللي هو ايه? اللي هو مسلا هقولك انا حاجة. هركز بس معي. انا باخد نقطتين على الواي. طبعا انت عارف ان ده اسمه واي اكسز. وعارف ان ده اسمه اكس اكسز. خلاص? باخد نقطتين. ها? واشوف الكوريسبوندنج ليهم على ال اكس اكسز. خلاص? يعني مثلا هنا. النقطتين دول اتنين وتلاتة. الدلتة بتاعتهم كام? تلاتة نقص اتنين? ما هي الدلتة دي يعني الفرق? يعني الفي الاوانين نقص الفي التاني. تطلع بوان صح? طيب. نفس النقطتين دول. ها? على ال اكس اكسز كانوا كام? كانوا برضو تلاتة واتنين. يبقى الدلتة بتاعت الاي اللي مرسومة هنا. يعني الفرق ما بينهم تلاتة نقص اتنين بتطلع بوان. خلاص? طيب. دلتة دي على دلتة اي ايكوال وان اللي هي دي. ديفايد ادوان. اللي هي دي. ودي وان اهي. ودي وان اهي. بركز معي. طيب. هلأ انا لو اخترت بقى نقطتين. يعني مثلا ما قلتش دلتة. انا مش عايزة اقول دلتة. انا مش عايزة اقول دلتة. انا عايزة اخد اي رقمين. قال لك اي وتنفع برضو. طب اهي. ادي الخمسة دي اهي. الخمسة دي اللي هي على ال اكس على الو اكس. لمين? للخمسة دي. صح? طب ايه اسم كده? يبقى ايكوال برضو وان. يبقى لو عملت دلتة يبقى ما فيش اي مشكلة خالص. بس تدلتة اصلا يعني طالما لهاش لازمة ونعملها بطريقة اسهل يبقى خلاص. السؤال ايه بقى يا سلمة? انت سلمة? ولا نادية? نا سلمة. قولي يا سلمة. قولي سؤالي. انا كنت عايزة عارف اللي هو عادي لو عكستها عملت مسلا اي اوفر في. اوفر في. بصة بقى. ركز معي جدا في السؤال الجميل جدا ده. اولا السلوب بتاع الستريت لاين? هم? السلوب بتاع الستريت لاين? بيبقى المرسوم على الواي اكسس? المرسوم على الاكس اكسس? لو رسمت لو كتبت السلوب لو كان كتبت كده السلوب يبقى ايكوال? ركز يبقى معي. المرسوم على الواي اكسس? اوفر المرسوم على الاكس اكسس. حلو كده? يعني مين يا سلمة? يعني في اوفر اي. طيب. عارفة يعني ايه يا سلمة? اي اوفر في? يعني اي اوفر بي. يعني واحد على السلوب. صح? ما انت هتعكسي ده? ما هيديه? السلوب ده هو بي اوفر اي صح? طيب اعكس واحد على السلوب ايقوال اي اوفر بي. بس خلاص. طب وايه اللي خليك يا ميز تقولي كده? المسائل هيجيب لك واحد على السلوب. في المسائل. ما انا قلت المسائل دي قصة تانية خالص. يعني ان شاء الله يعني بإذن الله كده تتمكنوا من المسائل. لان المسائل دي حاجة يعني في وقت الاهمية. خلاص يا سلمة فهمت? اي اي اوفر طيب بص بقى. فقالك ايه ادي 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 ال اه اوز لو. بيقولك اوز لو صح. كل ما زودت الفي. فعلا هو ده اللي حصل فعلا. كل ما زودت الفي كل ما الاي زادت. يبقى الفي والاي ما لهم مع بعض. ماشي? طيب. وبعدين لما اجيبي السلوب هقسم الفي. اه اه اه. فيه بقى نقطة مهمة جدا برضو قبل ما نسيب الحتة دي. بص يا حبيبي. انا مش قلت لك هو السلوب هو اللي مرسوم على الفي اكسس. دي مرسوم على اكس اكسس. طيب. ادي في. ودي دي الناحة تانية بالديبيجن. في اوفر اي 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 ار ار اللي اجيب فيها. الاسلوب لازم استخدم عملية حسابية او رول. اجيب منه الاسلوب. الرول اللي هنا اللي هي في اي 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 ار. طب كل اسلوب ليه رول? اه كل اسلوب ليه رول. وكل اسلوب لازم ابقى عارفة بقول بتاعه ايه. وانا بحط البي على. يعني هقولك حاجة. هسألك انت بقى يا سلمة. سلمة. حلو قوي يا سلمة. انت انت ايه? انت اللي دخلتي عشت دبابير برجليكي. سلمة انت معايا? اه معاكم. بص يا سلمة. انا هرسم هنا على الاكس على الواي اكسس. هرسم الاي. وهرسم يا سلمة على الاكس اكسس. الفي. خلاص يا سلمة? اه. هيطلع لي ستريت لاين. صح? طب الاسلوب هنا ايه? هو في الصوبة هيبقى. هيبقى وان اوبر الار? هاي لا. برافو. هيبقى وان اوبر الار. صح. برافو عليكي. وان اوبر الار. انت عارفة بقى يا سلمة في الاسئلة بيجيبلك ايه? بيقولك انا دلوقتي عندي سلكين. السلك الاولاني ليه ريزيستنس معينة. والسلك التاني ليه ريزيستنس معينة. قارن بين السلكين. لو انت عندك ها? الجراف ده بتاع السلك الاول. ويعملك واحد زيه بالزبط كده بالزبط 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 النحية التانية. ويقولك الجراف بتاع السلك التاني. ويقولك بقى قارنين. علشان كده لازم الواحد يبقى منتبه. اول حاجة تعملها. اول ما تشوف اي جراف اول حاجة تشوف ايه المرسوم على ال اكس اكسس ده? اللي هو ده? وايه المرسوم على ال واي اكسس? يعني ايه المرسوم على ال اكس اكسس وايه المرسوم على ال واي اكسس? يعني مثلا هنا اي وفي ولا هنا مثلا في واي. مثلا اي اي حاجة. وبعدين انا هجيب السلوب بقى هنا عن طريق ان انا ايه? اجيب زي ما قلنا المرسوم على ال واي اكسس المرسوم على الاكس اكسس طب وبعدين يمس ولا قبلين? حط الاتنين على بعض يديني السلوب. تاني خطوة افكر فيها على طول ايه العلاقة الرياضية التي تجمع بين المرسوم على ال واي اكسس والمرسوم على الاكس اكس. الفي والاي دول يجمحهم مع علاقة مين? يجمحهم مع علاقة اللي هي في ايكوال اي فو ار. ماشي? في مشكلة في الكلام ده? لا اعمل. في حاجة في حاجة مش بذخومة? لا اعمل. طيب. دلوقتي بقى انا هديك الهوم وارك الهوم وارك ده. انا قلتلك انا بس عشان ايه? احنا يعني بنسخن يعني. عايزة الناس تبقى شرار ونور. زي شرار ونور دي يعني ايه? عايزة الناس تبقى ايه? تبقى بتذاكر مذاكرة جامدة بتحل على طول النهاردة. ان شاء الله بازن الله. الاسئلة اللي هتتحل. تركز بها معي. شايف شايف الصفحة دي? الصفحة دي هتلاقيها في كتاب المعاصر. انا بس عايزة اعرف. الناس طبعا علشان خاطر احنا احنا واحدين حساتين. انت انت واحد الاسكات دي والبتاع الحساس يوم ايه وايه? ايه اخوان مش عارفين حساتين بتوع الفيزيكس امتا وامتا? ايوم الاربع. ايوة يوم الاربع وايه? والحد. حد واربع? حد واربع? ماشي. واحنا النهار ده اخد واربع? اه. اصفحة اتنين صح? ماشي. يا انت عندك حساتين اربع. ماشي? انت ان شاء الله هتاخد الورق ده حتى لو بس انت ما تعتمدش على كده. لان انا يعني انا مش هنزل للوقت. انت لازم تشتري المعاصر. او تاخدوا بيدي. تصوروا. تطلحوا لي بيدي اف. يعني ممكن واحد بس فيك ويكونوا اشتراق. او اكيد حجز. ماشي? اكيد حجز. يعني انت لو اكيد حجزت ودفعت فلوس. التانيين ما يشترهوش. فاهم قصدي ازاي? وينزل هلنا بيدي اف. على الجروب بتاعت. وينحل منه. طرح ما انت كده كده. في ناس تاني تقولك لا انا ما ادارش. انا لازم احل الورق اللي بقوا قدامي. ممكن اللي هيشتري او الاشتراق او اللي دفع فلوسه او اللي دفع مقدم. ينزله بيدي اف. والناس تطبعه. اطباع بتاعته ارخص. على حسب. انا مليش دعوة بقى بالليلة دي كلها. انا اللي ليه دعوة بي? انك تجيب لي محلول بالطريقة اللي انا اللي انا قلتلك عليها اللي هي كوستش نمبر وان كزا كوستش نمبر تو كزا كوستش نمبر تري كزا. اوكي? ماشي? طيب. الاسئلة اللي هتتحل. اكتب كده الاسئلة ارقام الاسئلة. ها? بيج تن. احنا قلنا ببيج تن صح? نمبر كم? وان حلناها. اكتب وان برضو. وثري. وان وثري. وفور. وان وثري وفور في بيج تن صحيب. وفايف. وسيكس. وبيج 11. فايف وسيكس. فايف وسيكس. ماشي. هقولك على حاجة في سيكس. بص سيكس كده. اقرأ كده يا احمد يا محسن. احمد يا محسن. اقرأ كده كوستش نمبر سيكس. بس 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 ثانية. يعني ايه كلمة ريت دي? تايم. برافو. لما تشوف كلمة ريت يبقى ديفايد التايم. يبقى ده معدل. يبقى انت فيه في المعدلة تايم هتحطيه. طالما قالك كلمة ريت يبقى بس هو المعاصر كده يحب ايه? يفتح الافق بتاعتك. وانا ما عنديش مشكلة في انه يفتح الافق بتاعتك بس ما تستطعبش الحاجة. يعني لما تلاقي الدنيا يعني ايه ده? احنا ما اخدناش الكلام ده في المنهج. اه مش موجود في المنهج بس موجود في الفيزياء. لان الفيزياء كلها مرتبطة ببعضها. خلاص? طيب. طب اقرأ كده يا اقري كده يا نادية. 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 نادية فين? هي نادية مش معنا اصلا ولا ايه? نادية احمد. نادية احمد مش عايزة تتكلم. مش يا نادية. اقرأ يا يحيا. ايه مش. اقرأ يا حبيبي. اكوزشنا برقيت كده? اه. بوهر موليل. اه. 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 تانية واحدة. ثانية واحدة. انا انا شرحت كلمة اصلا في الدرس. بوهر ده انت تعرف عنه حاجة? طب الهيدروجين ايه? 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 ايه. ايه يا حبيبي. عشان كده بقول لك ايه? الفيزيكس مرتبطة كلها ببعضها هو دلوقتي احنا ولا علينا بوهر مودل بوهر مودل ده اصلا عندك في الكيميا ولا علينا بص بص هقولك موه الريديس بتاعه كذا كذا يخرب بيته ايه ده احنا لا اخدنا كلمة سبيد في الحصة ولا اخدنا ايه ده دي حاجة برضو ليها علاقة ليها علاقة بالدرس بس هي ليها علاقة بالفيزيكس اصلا اكتر ما هي علاقة بالدرس احنا لما بنحل الاسئلة دي بنفتح الافاق بتاعتنا يعني انت ما تستصعبش ما تقولش ايه ده انه ما اخدتوش افاقه انت ما اخدتوش في الدرس بس انت اخدته في الفيزيك الفيزيكس اصلا لو كانوا بيدرسوا الفيزيكس من اولى ابتدائي يعني عشان كده بتاعلم علم الرياضة يحيا لازم تبقى عارف انك انت برضو لما تيجي تذكر ممكن يسألك في الاعداد الاولية في امتحان الماء يعني في سأل وسأل وسنة 2022 اللي ولد في الاعداد الاولية فهو عايز يمشي بنفس بس انا الحمد لله شرح الاسئلة دي كويس عن يوتيوب وهتدي كل لينك بقدر حسنا وبشرتها ان شاء الله سيبن علينا وقيت علينا ونين علينا وتن في بيتش 11 ماشي طيب بيتش 11 هيبقى لنا ماشي تاني استاني بس لما نشوف بيتش 12 بيتش 12 عشان تحل نمبر 11 لازم اعمل ايه يا حمدي اول حاجة عشان احل اول حاجة اعمل ايه عشان احل بقى من 11 ايه عشان احل يعني السؤال يعني اه عشان تحل الأبن ده المفروض تعمل ايه يعني اول حاجة تيجي في بلاك ايه اول حاجة تيجي في بلاك ايه افهم اه ماشي انت هتفح اول حاجة تعرف انك انت لازم تحط ارقام فهو مقصدي تحط ارقام عشان ما تطلق باطش ولما جيلك الاسلوب هتلاقي ايه اللي لازم لما فيه رسمة كده لازم تبقى عارف ان اول حاجة تحط الارقام على الرسمة تاني حاجة تجيب السلوب من على الرسم. وتوجد علاقة رياضية بين الايه? بين الكيو والتي. بين اللي مرسوم على والمرسوم على عندنا بيتش بيتش تولب آآ معانا آآ آآ نمبر الابن وتولب معانا. وثيرتين معانا. ماشي? طيب. يبقى احنا كنا حيلة من لغاية ثيرتين. من لغاية كام? ثيرتين. من لغاية كام? ثيرتين. في مشكلة في الكلام ده? آآ مشي. طيب. المفروض الحاجة دي تتبعتلي عالخاص. الهومورك ده يتبعتلي عالخاص. اخرج التلات اتنشر بالليل. مش هاخد هومورك بعد الساعة اتنشر بالليل. اخرج التلات اتنشر بالليل. قديني قلت اهو. مش هاخد هومورك بعد اتنشر بالليل. ليه? لان انا هصححه. انا هطبعه عندي. البرنتر عندي. هطبعه واصححه. يجي لي مكتوب بخط كويس. ومناصم. والارقام تبقى ايه? تبقى بينه. والخطوات تبقى بينه. فيه مشكلة في الكلام ده? يبقى الهومورك كله من بس مش هناخد نمبر كام. نمبر تو. الحصة اللي جاية ان شاء الله هقول لكم ليه? احنا مااخدناش نمبر تو في الهومور. ماشي? احنا ناخدها يعني? كله معانا كل الاسئلة معانا الى نمبر تو. ماشي? يبقى من لتارتين الى نمبر كون. خلاص? اي حد عايز اي حاجة يكلمني على الخاص واي حد عمل الواجب يبعته لي على الخاص برضو. ماشي? ان شاء الله حساتناك جاية قبل الحصة. ما نعزها هحولك وبعته لك. قبل الحصة بالزبط بنص ساعة هبعت امتحان. الامتحان ده يتبعتلي قبل تخول الحصة. يعني احنا مثلا ان شاء الله الحصة الجاية يوم الاربع الساعة اتنين. واحدة ونص هبعت الامتحان. تقعد انت زي الشاطر من واحدة ونص لاتنين. في ايه? تحل في الامتحان. هتبعتلي هتكتب لي اسمك على الورقة اللي هتحل عليها وهتبعتها اللي متصورة على الواتساب. خلاص يا اولاد? ماشي? ايه. تمام? طيب اشوف ان شاء الله بقى على خير. ابعتلكم بقى دي ولا حد هيبعت هيبعت الاسئلة على الجروب? تبعت دي. طيب انا هبعتها المرة دي بس. بس يعني انا مش هبقى فضي ابعت بعد كده. بس ان شاء الله بعد كده تبقوا ايه? هو تبعتولي الان شاء الله بازن الله الحاجة يعني. يعني تبعتوها على على الجروب اصلي. او تبقوا يعني تبقوا ساعتها اشتريتو بكتاب. اوكي? طيب ماشي. ان شاء الله شوفكم على خير. وان شاء الله كده تبقى سنة سعيدة. وان شاء الله تسمعوا الكلام وتستعدوا للكويز بتاع الحصة الجايية. يلا باي باي حبيبي. مع السلام. اشتركوا في القناة